وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين فقال الله عز وجل لهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن فإعطاء المال ليس دليل كرامة ولن انت مرض عنك كما أن نزع المال أو الابتلاء ليس دليل إهانة دا إنسان غبي لا يفهم لأن البلاء قد يكونوا بالنعمة وقد يكونوا بالضر فالأول من رحمة الله عز وجل ينزل بأساء يصيبهم ببأساء نوع من البؤس حاجة تحتمل بؤس صحيح لكنه ممكن يحتمل مفأش ولا تنبه ولا قرأ قراءة صحيح تجيلوا بقى الضراء تنزل بقى المشكلة على دماغ فأخطر شيء وهو من حبائل الشيطان طول الأمل لا تسوف فإنك لا تدري أتعيش إلى الغد لا أقول إلى الغد أتعيش إلى اللحظة القادمة القادمة أم لا نفس دخل ممكن ما يخرجش خارج ما يدخلش وده كلام ابن عمر الذي ذكره في نهاية الحديث السابق اللي هو يكون في الدنيا كأنك غريب أو عبر سبيل قال خذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك آه إنسان العاقل هو الذي يتزود باستمرار ليه ما يدري متى يحين الرحيل موسيقى